هذا تعهد الرئيس الأمريكي المتخب جو بايدن في أول مؤتمر له عقب إعلان فوزه بأصوات المجمع الانتخابي تعهد بأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين دون تفرقة وقال بايدن أن الشعب الأمريكي صوت بأعداد غير مسبوقة للتغيير رغم جائحة كورونا كانت كبيرة وهذه الانتخابات هي أوضح برهان على إرادة الشعب الأمريكي برهان رائع على الخدمة المدنية والواجب المدني في هذه البلاد يجب أن نحتفل بذلك ولا نهاجمه أكثر من 80 مليون صوتوا لي أنا ونائبة الرئيس هاريس أكثر من أي تصويت لمرشحين في تاريخ أمريكا الليلة علينا أن نلأم الجراح وكما قلت في الحملة أنا سأكون رئيسا لكل الأمريكيين وشار بايدن إلى أن حملة ترامب حاولت محو أصوات 20 مليون أمريكية إلى أن المحكمة العليا رفضت أن تكون جزءا من الهجوم على الديمقراطية 17 مدعي عمومي جمهوري و162 من أعضاء مجلس النواب وقعوا على عريضة قدمتها ولاية تيكساس طلبت من المحكمة العليا أن ترفض التصديق على فرز الأصوات في جورجيا وميشيغن وبينسلفينيا ومسكنسون هذه المناورة القانونية كانت جهد من جانب مسؤولين منتخبين وحاولوا أن يجعلوا المحكمة العليا تمسح أصوات 20 مليون أمريكي وخسروا الكلية المجمع الانتخابي والتصويت الشعبي وفي كل واحدة من الولايات التي حاولوا أن يقلبوا النتائج فيها هذا موقف متطرف لم نشهد له مثيلا وبالإضافة رفضوا احترام إرادة الشعب وسيادة القانون ورفضوا أن يكرموا الدستور وكد بايدن أن الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة متعهدا بالعمل فورا لتصدي لجائحة فيروس كورونا أعرف أن المهمة أمامنا لن تكون سهلة وهي ستكون مخلوطة بالألم الذي يشعر به كثيرون اليوم البلاد عبرت حاجزا كئيبا ثلاثمائة ألف وفاة من الفيروس قلوبنا وقلبي يذهب لكل واحد منكم ممن تأثروا من هذه الجائحة نواجه وواجهنا أوقات عصيبة في تاريخنا ولكننا نحن في هذه الأزمة سويا وسنجتازها سويا سنبدأ العمل الشاق وهذه اللحظة نأمل أن تعطينا القوة لبناء بيتنا على صخرة لن تجرفها الأمواج لا تقديم شكرا otzрипني أعلم أعلم شكرا